بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين اليوم إن شاء الله نواصل في الشابتر 1 نشوف اللي هو التشر 2 شوفيه Starting MATLAB تسمى MATLAB Development Window أولاً لازم يكون المتلاب منزل عندك على الجهاز بعدين حتى تظهر لك الإشارة هذه تروح الضغط عليها حيفتح لك شاجة المتلاب في عندنا Command Window, Current Folder, Workspace, Current Command History نشوفها هنا أولاً Command Window وظيفتها وظيفتها إنها هي إدخال البيانات مثلاً 1 زايد 7 تساوي كم تساوي ثمانية النتيجة وين حفظات حفظات هنا باسم Answer لأنه أنت ما أعطيتها اسم ماشي؟ والأمر اللي انت كتبت هنا حيظهر هنا على الطول اللي كتبت على Command Window حيظهر هنا بدون البقية بعدين ممكن تجي تقوله X equal 1 زايد 9 النتيجة 10 صح راح تريل Workspace باسم باسم X الـ X لأنك أنت أصلاً سميت هذا الأمر X نفس الشي حفظه في Workspace هل الـ X هذه ممكن استخدمها بعدين بما أني سميتها؟ نعم أقدر أقوله Y equal X plus 3 لاحظ من وين جاب الـ X هذه؟ جابها من Workspace الـ Y صارت قيمتها 13 محفوظة هنا طب لو جيت أعطيته أمر غلط مثلاً أعطيته T equal R plus 5 هل الـ R موجودة في الـ Workspace؟ لا لأن هنا سأعطيني خطأ لكن بالرغم أنه هذا الأمر خطأ لكنه سجلوا هنا مما يدل أنه كل شيء كل الأمر كتبته هنا سيحفظ هنا أكان خطأ أم صح؟ في صفحة أخرى اللي هي Current Folder هاذا يش تقول لي؟ تقول لي المكان اللي أنت موجود فيه الملف اللي أنت موجود فيه أين؟ أنا هل موجود على Desktop وموجود على File Folder موجود على Desktop ملف موجود على Desktop على سطح المكتب وهذا الملف ما موجود فيه إلا برنامج واحد إلا File واحد اسمه Program طبعاً في صفحات أخرى ما تفتح معاك افتراضياً تفتح حسب مثلاً لو طلبتها منها مثلاً سنشوف بعدين كيف نفتحها اللي هي هذه الصفحة اللي هي اسمها Editor لاحظاً نوجد دخلها هنا أضغط على هذه تدخل مع صفحات الأخرى اسمها إيش؟ اسمها Editor تكتب عليها البرنامج كامل وتحفظه بعدين تنفذ هذا الأمر هنا رقمها واحد ثلاثة على ساس لو في عندك خطأ بعدين نقول لك الخطأ موجود في الساطر رقم كذاك في معانا صفحة أخرى اللي هي تبعاً فيه كارس لاحظ هذه الصفحة لو رسمت رسمها ما يرسمها لك على ما ينفذها لك هنا ولا يحفظها في الوركس بيس ولا هنا لا لا يفتحها لك في صفحة خارجية تتحكم فيها أنت بعدين نشوفها إن شاء الله بتفصيل فيما بعد إذن هذا كخلاصة هو يعني how to get started in MATLAB كيف نبدأ على MATLAB شفنا الصفحات هذي شفنا هنا command window شفنا وظيفتها إن وظيفتها إنها المين window اللي متدخل عليها الأوامر current command history إن هي اللي يحفظ فيها جميع الأوامر اللي عملتها current folder إنه هي الموجود فيها تقول لك أنت وين موجود الوركس بيس current variable defined كل اللي موجودة عندك مخزنة في الوركس بيس ووركس بيس وشفنا إنه في صفحة أخرى إنه أنت تطلبها من الفايل إنه يعطيها لك هي editor وال figure السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته